طبعا على ذكر هذه القوات ما هي المشاعر التي تنتبهكم حينما ترون هذه الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن أوكرانيا شاركت أيضا في احتلال العراق أوكرانيا شاركت باحتلال العراق وكانت موضوعها في مدينة محافظة واسط في مدينة الكوت لكن نحن لا يعني نضمر العداء للشعب الأوكراني ويعني حكومة أوكرانيا الحالية لم تكن هي الحكومة السابقة رغم أنه نحن على يقين أن الحكومة الأوكرانية الآن الحالية هي تحارب وتقاتل بالنيابة عن أمريكا تقاتل روسيا هذا لسه معنا أنه إحنا مع روسيا أطلاقا نحن ضد الحروب في أي مكان مع أي دولة ضد قتل البشر ضد إزهاق الأرواح لا نتفق إحنا مع الحروب يجب أن نركن إلى السلام يجب أن يكون هناك حوار لكن الآن كانت في يعني زمن مضى منذ سنوات بضعة سنوات والبضع طبعا من ثلاثة إلى سبعة عرفها نعم منذ بضعة سنوات كانت حتى تلك اللحظة الحرب الناعمة وحرب تحت الأنفاق الآن بدأت الحرب تظهر إلى السطح تطفو وبدأت ملامح القوة طبعا الصراع الاقتصادي والصراع على النفوذ الدولي الآن بدأ واضحا للعيان وبدأ يظهر على الساحة الآن النفوذ الروسي الصيني أصبح كبير ويهدد وجود أمريكا يهدد الدولار يهدد النفط يهدد كل شيء في أمريكا أمريكا تريد أن تبقى القطبة الأوحد وروسيا تريد أن تعود إلى سابق عهدها في الاتحاد السوفيتي فهذا جاء بأوكرانيا وكانت أصبحت هي ضحية المعركة وضحية الصراع العالمي طبعا أسباب كثيرة منها ما يمكن أن نتحدث به ومنها غير مسموح بالتحدث فيه لكن مع ذلك نحن نتمنى السلام للشعب الأوكراني وللشعب الروسي لا نتمنى لهم أن تزهق هذه الأرواح والدماء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة